هل يحمل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رؤية جديدة بشأن اليمن؟ تساؤل يحيط بزيارة جسم البداوي إلى العاصمة المؤقتة عدن ولقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين اجتماع يأتي بعد يومين على زيارة المبعوث الأممي هانس كرونبرغ وفي ذروة التصدع السياسي داخل بيت الشرعية ومطالبة البرلمان بتغيير الحكومة ومحاسبتها لم يوضح مجلس التعاون أي تفاصيل حول مهمة البداوي أو جدول أعماله لكن الرجل نفسه خرج عقب اجتماعاته في عدن للإدلاء بأبجديات لقاء ونقاطه قمنا أيضا بتأكيد حرص دول مجلس التعاون وسعيها الدائم لاستقرار اليمن وتنميته وازدهاره أكدنا أيضا على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون بشأن انهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السلمي المستند للمرجعيات الثلاث وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر حوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 22-16 كثيرة هي النقاط التي أدل بها الرجل من عدن من بينها تأكيد دعم دول الخليج لمجلس القيادة الرئاسي في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الجهود الرامية لحل سياسي شامل يحفظ لليمن وحدته وسيادته كما ختم البداوي حديثه بتعبير عن أمله في تجديد الهدة الإنسانية والعودة إلى طاولة المفاوضات زيارة البداوي هذه جاءت في ذروة الزخم الدبلوماسي الرامي لحل أزمة اليمن حيث سبقتها جولة للمبعوث الأممي بدأت من عدن ثم مأرب ولاحقا صنعاء كما تزمنت أيضا مع زيارة لوفد أمريكي رفيع برئاسة السفير ستيفن فاغين إلى محافظة حضر موت لا يعرف ما إذا كانت هذه الزيارات مرتبطة ببعضها لكن تزمنها يشير إلى وجود مساعي إقليمية ودولية منسقة لإنجاز حل ينهي الصراع في البلد غير أن صيغة ذلك الحل لا تبدو واضحة حتى اللحظة الشاهد في كل ما سبق أن مبادرات دول الخليج لا تحضر عادة إلا عبر أمين عام مجلسها وهي هنا ربما تعطي رسالة بأن ثم تخارطة لحل سياسي كما تعطي رسالة أخرى بأن على معسكر شرعية أن يتجاوز الخلافات ويرمم التصدعات التي ساهمت في تعطيل المشروع المشترك لدولتي التحالف خاصة بعد أن رسخت الإمارات أسسا لتقسيم اليمن واستحدثت مسرح لنفوذها بينما وجدت الرياض نفسها عاجزة عن التصرف حتى فيما يخص حدودها الجنوبية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر